ترجمة نانسي قنقر يكبر زي بفيل صغير وبعدين يكبر فالرب مش هيدخل الديناسورات السينيور الكبيرة اللي مش تقدر تخلف بعض الطفان هيدخل الديناسورات الصغيرة فالأفريج سايز المتوسط بتاع الأحجام المختلفة للكائنات هو متوسط في حدود المعزة وبعض التقديرات بتقول في حدود فرخة كبيرة فالحجم مش مشكلة ده نمرت واحد المشكلة الثانية اللي حضرتك أشرت إليها وهي الحيوانات المفترسة الحيوانات أساسا ما كانتش مفترسة وكانت آكلة للنباتات زي ما بنقرف تكوين 1.29.31 لكن بعد الخطيئة ودخول الخطيئة إلى العالم حصلت الافتراس وابتدت تأكل الكائنات الأخرى الأسد الصغير ما بيبقاش متوحش زي الأسد الكبير نعم والأسود من عائلة النمور ومن عائلة القطط فممكن أسد صغير اللي هيدخله الله احتياجاته للافتراس هتكون أقل الحاجة التانية إنهم محطوطين في أقفاص فهم مش بيجروا في الغابة نعم فالميتابوليكريت اللي هو المعامل للتمثيل الغذائي بتاعهم منخفض فمش يحتاج لكمية الأكل الكبيرة اللي بيأكلها وهو في الفضاء الفسيح فالأكل هيكون قليل في بحث تاني عملت الواحدة اسمها جورجيا بيردم لقيت إنه في بعض الأسود بيأكلوا حاجات نباتية ولما بيعرض عليهم لحوم بيرفضوها ده جزء صغير منهم لكن اللي أصدأ أقول إنه كان ممكن في البداية يكملوا مع الحاجات النباتية اللي نوح خزنها في المكان في حل تاني أو في افتراض تاني إنه في لحوم مجمدة زي عندنا في مصر البسترمة المملحة فممكن جدا نوح يكون أخذ بعض اللحوم المملحة علشان يغذي بيها بكميات صغيرة الحيوانات المفترسة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة